أنا أسفى يا جابر بي الموقف كان صعب علي جداً وما كانش قدامي أي حلول فجأة اكتشفت إنك اديتني رقم تليفونك وقلت لي كلميني وحرد عليك في أي وقت أولاً اللي عملتيت لأصح مفيش داعي للأسف مفيش داعي كامل التوتر دا كله سليم بقى كاد جابر بي وجابر باشا دي دمها دي أنا ما بحباش أرجوك يا جابر باشا بلاش الجملة الأخيرة دي يعني إيه مش فهم أنا أقصد إن حضرتك قلت لي الجملة دي أول مرة قابلتك فيها قلت لي بلاش بي وباشا وليلي جابر بس وطبعاً ساعدتك فاكر كنت تقصد إيه ساعدها ياه أنت قلبك إسود داوي إسود يا جابر بي طبعاً كان لازم يسود ومايفتكرش غير الضلمة اللي عاش فيها أرجو أعرف ومش أنا أشك في الحاصل أعرف أني كنت مع جميكي كنت طمعاً فيدي وتأمن نفسك قلت بلطان أعرف أني الأسف مش كفاية ومهما عوضك مش كفاية بس أنا دلوقتي مش عايز حاجة منك أنا لا خايف منك ولا خايف إنك تنزيني عشان كده أنا مش عايز اكتخدي كلامي على محمل تاني لو بشكل تاني أنا تأذيت أذية كبيرة قوي بس المرة دي مش منك وما المين من صلاح يا جابر بي صلاح سحب كل فلوس اللي في البنك وخد عربيتي من بارك القتل وسبني من غير ولا مليم إزاي كلامنا؟ وإزاي تسبي يسحب فلوسك من البنك؟ ما هو أصله أنا أنا اتغبيت اتغبيت وقزيت نفسي وإنت السبب في كل اللي بيجرالي ده إيه دي بس إيه لي وفاهميني كل حاجة بالتفصيل اتغبيت إزاي؟ وإحكاية الحيوان اللي اسمه صلاح ده؟ بيبقى أنا صح يا تغريد واللي حسبتك اللي مزبوط بالملي بس هو رحمة أمي مع أسيبك اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك